بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والتبعه داه وبعد في البداية يعني أشكر الحق سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا اللقاء للحديث عن العمل الصالح وإحنا في شهر رمضان شهر الأعمال الصالحة وشهر أعمال الخير لكن هو في الحقيقة يمكن المتبادر إلى أذهن الجميع من العنوان العمل الصالح إن إحنا هنتكلم بس عن الصلوات وعن الزكاة وعن الصيام وعن الدعاء وعن العبادات بتاعتنا وده هو صحيح العمل الصالح وده أساس العمل الصالح لكن هو في مفهوم تاني للعمل الصالح عندنا في الإسلام لأن العمل الصالح عندنا هو كل حركة لك في الحياة كل حركة لك في الحياة طالما أنها في طاعة الله سبحانه وتعالى بتعد عمل صالح إزاي ده؟ قالك أنت لو جيت أصلا لما ربنا سبحانه وتعالى خلق البشرية وبدأ يحدد المهمة بتاع البشر أنا خلقت البشر دل ليه؟ فطبعا إحنا كلنا بنعرف أو بنفهم أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ماشي ده كويس وبرضه بنفهم من العبادة أن هي الصلوات والزكاة والشعائر بتاعتنا طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا قرر إن برضو خلقنا لمهمة تانية اللي هي العمارة عمارة الكون لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم إيه؟ فيها واستعمركم فيها واستعمركم فيها يعني طلب مننا إن إحنا نعمر الكو طيب ده عبادة؟ ده عبادة إزاي الكلام ده؟ قال لك علشان تفهم مفهوم العبادة أو علشان تعرف يعني إيه دلالة مفهوم العبادة في الإسلام فلك أن تدرك أن العبادة والعمارة هما أمران خلقنا الحق تبارك وتعالى من أجلهما معا مش العبادة بس ومش العمارة بس يعني ما ينفعش أن قطعي للعبادة ليلة نهار وأقول أنا كده بحقق الغاية بتاعت لا الغاية نقصة وما ينفعش برضو أسيب العبادات اللي هي الصلاة والشعائر بتاعت وأتجه للحياة وعمارة الكون وأقول أنا كده بحقق لا لازم لتنين يقوم مع بعض ولذلك كان بعض العلماء الصالحين يقول أن حقيقة العبادة هي أن تسير في كون الله وأن تعمر في كون الله وفق قانون الله سبحانه وتعالى وفق قانون المكون سبحانه وتعالى هي دي حقيقة العبادة ولو إحنا خدنا العبادة بالمفهوم ده هنلاقي أن العبادة واسعة مفهوم العبادة واسع جدا عندنا في الإسلام زي ما قلت في البداية إن كل عمل كل حركة لي في الحياة هي عبادة يعني كان شيخ الغزال على رحمة الله في كتب كثيرا ما يقول إحنا بنفهم الزكر يا جماعة أو التسبيح على إن أنا أمسك المسبحة وأعد أعدي كم سبحان الله كم الحمد لله كم لا إله إلا الله وده طيب ده شيء طيب بس هو ده بس معناه الزكر قال لك لا قال لك الذكر يتنوع ويختلف مع الإنسان باختلاف حقيقة وجوده والمهمة التي خلقه الله من أجلها إحنا عرفين طبعا diploma صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له كل واحد مننا في الحياة وفي مجالات الحياة في مجال من مجالات الحياة فيه الزارع وفيه المهندس وفيه الطبيب وفيه الكيميائي وفيه الصيدلي وفيه الأستاذ وفيه الصحافي مجالات كثرة جدا من مجالات الحياة ممكن أن أحقق من خلال عمل في أي مجال من مجالات الحياة العبادة بمفهومها الصحيح ومفهومها الأعلى وأحقق كمن الزكر والتسبيح كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله يقول الكلام ده يا صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحسب أن المسبحة هي أداة التسبيح وأن ذكرك وقولك سبحان الله سبحان الله تعدها هذا فقط هو التسبيح كلا الطبيب حينما يباشر عمله في المستشفى وحينما يباشر عمله في علاج الأمراض وحينما يتقن عمله في هذا الجانب عمله هذا تسبيح وأدواته التي يستعملها السماعة المشرط أي شيء الأدوات اللي بيستعملها هي في الحقيقة مسابح في إيده بيسبح بها التسبيح مش بس إن أنا أمسك السفحة أو المسبحة وأعد أعد كام سبحان الله وده شيء طيب ما قلناش حاجة لكن ما أهملش في العمل الحياة بتاعتنا دية ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقال لنا كنتم خير أمة ولن تتحقق هذه الخيرية وإحنا قاعدين بس نذكر ونسيب الدنيا للناس التانيين هما يتقدمهم ويوصلوا في العلم ويوصلوا في التكنولوجيا إلى أعلى المستويات وإحنا قاعدين بنقول إيه عايزين نعبد بس ونذكر بس وهي دي المهمة بتاعتنا لا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بل أنا هقولك على حاجة تانية ده ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش إحنا بس لوحدنا للمهمتين دول ده ما في خلق ما في كائن في هذا الوجود إلا خلقه الله سبحانه وتعالى وما في جنس من أجنس الوجود يا سيدس محمد إلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأوكل إليه هاتين المهمتين العبادة والعمار اللي اتنين طب إحنا أجنس الوجود عندنا بنقول الإنسان والحيوان والنبات والجماء تعالوا كده مع القرآن الكريم ننزل إلى أدنى أجنس الوجود درجة مش هنتكلم في الحيوان وإزاي بيسبع نم لا ولا هنتكلم في النبات لا تعالى نشوف أدنى جنس الأرض الحجر في أي حاجبة أو في القرآن الكريم بتقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فيه هامدة لكن أنا عايزي الآية دي تعديدا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يمكن إحنا بنقرأ الآية ونمر عليها كده مر الكرام لكن ما استوقفت نشي الآية دية وإفن مع كلمة خاشعة ومعناها وأن الأرض كأنها في حالة سكون وخشوع مع البين يدي الله تبارك وتعالى ويمكن الحكاية دية لا تتحقق لبني البشر اللي هو أعلى أجنس الوجود اللهم إلا قليلا قليلا نسأل الله أن نكون من الخاشعين طيب وبعد كده شوف حققت المهمة الأولانية اللي هي العبادة اللي هي التسبيع ومن آياتي أنك ترى الأرض إيه خاشعة طيب وبعد كده ألف إذا أنزلنا عليها الماء عملت إيه أمد تشتغى أمد تشوف شغلها ما أعدتش بس خاشعة الأرض اللي هي أدنى أجنس الوجود تخيل خاشعة بين يدي الله سبحانه وتعالى مسبح بين يدي الله سبحانه وتعالى في عبادة وسكون مع الخشوع مع الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء كان نزول الماء عليها شارة لبدء الحياة ولبدء حركتها في الحياة ولبدء مهمتها الثانية وهي عمارة الكون فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش تمتخيل إذا كان أدنى أجنس الوجود يحقق هاتين الغايتين فما بالنا بالإنسان وهو أعلى أجنس الوجود هو من سخر الحق تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض هو اللي ربنا سبحانه وتعالى كرموا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حري ببني آدم أن يفهم معنى العبادة حري بنا أيها الأحبة الكرام أن نفهم معنى العبادة وأن نفهم المعنى الواسع للعبادة في الإسلام ولا نقتصر فقط على مجرد نعم الصلاة مطلوبة ومأمور بها ولا نضيعها أبدا بحال من الأحوال لكن لا بد أن نقوم بالمهمتين معا العبادة والعمارة هذا هو المفهوم الحقيقي والمفهوم الواسع لمعاني العبادة أسأل حق تبارك وتعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا طبعا هو قضية الزكر وقضية الصلاة الفجر وأنك تععد في البيت أو تععد في أي مكان تذكر ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تطلع الشمس مين قال إن ده مقيد بالمسجد وأولا الظروف اللي بنمر بها سواء مصر أو العالم كله بيمر بها دي مش ظروف خاصة ولا هي شيء متعنق بالعكس إحنا يمكن آخر ناس قفلنا المساجد أو المساجد بتاعتنا وإحنا كلنا يعني سبحان الله نحن إلى المساجد من منا لا يحن إلى المساجد لكن دي ظروف خارجة عن إرادتنا كلنا لكن مش معنى كده إن خلاص تعطلت العبادات تعطلت المساجد يبقى تعطلت العبادات تعطلت دعاء خلاص السواب راح خلاص فين أجر الحج والعمرة تمتين تمتين نعمل إزاي الكلام ده أولا أنا نعيز أقول لك على حاجة شوف أساس محمد ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الزكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن السبع تحديدا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ربنا قال رجل ونذكر الله إيه خاليا ففاضت عيناه يعني مش لازم أقعد وسط جماعة مش لازم أقعد في المسجد مش لازم ده بالعكس ويمكن الإخوان الصوفية اللي هم الصوفية الحقة خدوا من ده فكرة الخلوة مع الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يكون دائما بينه وبين الله خلوة يبقى لك وقت كده تخلو فيه بربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا ما قالتش ذكر الله في ملأ لا هو صحيح من ذكره في ملأ ذكر في ملأ خير منه إنما إذا ذكرت الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هو دبأه الجيزة الكبرى هو دل ربنا سبحانه وتعالى عايزك ليش معنى أنا لما أذكر وأنا في مجتمع مع فلان وفلان أو مجموعة من الناس أو حتى في المسجد ربما يعني أتأثر أو ربما يكون العبادة بتاعتي فيها شيء من الرياء أو شيء من المرآة إنما لما أكون بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ما حد شايفني ولا حد مطلع علي إلا الله سبحانه وتعالى يبقى أنا هنا لما أسجد وأبكي وأدعي صحي العبادة بتاعتي وصحي الخلوة بتاعتي وصحيح الزكر بتاعي هيكون ذكري من القلب وحتحدث بعد هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى نور في القلب ربنا سبحانه وتعالى يخذف نور في قلبك بعد هذا الزكر يعني تجد أثره في حياتك وفي سلوكياتك وفي كل أمر من أمور حياتك إذن قضية أن المساجد مش موجودة وإحنا إزاي لا ده بالعكس أنا بقول ده دي يمكن ربنا سبحانه وتعالى ادننا فرصة ودى الناس كتير جدا نفسه محمد فرصة يمكن ما كناش بنقعد يعني إحنا حتى كأئمة ما كناش بنعرف نقعد مع أهلنا نصلي معهم ونعلم أطفالنا نحنا كمان الصالة إزاي ونقول لهم دروس ويقولوا يعني طب انتوا بتقولوا تبقولوا لنا ويمكن ما كناش نقل ده بالعكس ده يمكن لربنا سبحانه وتعالى يعني رب ضراتنا فعزم يقولوا يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل الكلام ده وشهر الصيام بالذات شهر الدعاء اللي كل صغير وكبير بيبقى عايز يصلي ويصلي التراويح ويقرأ قرآن يمكن علشان كل واحد فينا يقعد مع أهله ولو ساعة مع بعض العشاء أو بعض الفجر أو مع أي صلاة في اليوم تعود بعد صلاة العشاء تصلي معهم التراويح وتبدأ تراجع مع الأولاد الصلاة طب ده بيصلي صح ده بيصلي غلط ده أعمل حركة مش تمام في الصلاة ده ما بيقراش الفتحة كويس ده ما بيعرفش السجود ما بيتموش هتعدل وتعدلك لأولادك وتعلمك لهم العبادة والصلاة وأمور الدين هو ده التربية الأساسية اللي انت حتتسأل عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يجي مش هيسألك انت أكلت ايه ولا شربت ايه ولا طلعت ايه ولا علمت ازاي لا هيسألك انت علمت الدين ولا لا فيمكن حكاية انه ما فيش مساجد واحنا قاعدين في بيوتنا انا بقول دي فرصة فرصة عايزين نغتنمها في هذه الأيام ان احنا نقعد مع أهلنا مع زوجتنا ومع أبائنا ومع أبنائنا ومع الأطفال نعلمهم ويمكن نتعلم منهم والله العظيم ممكن خطأ من ولد صغير يعلم الرجل الكبير ويعلمني أنا ما كنتش اخد بالي منه اتعلم منه شيء ينفعني في حياتي وشيء ينفعني في الدين بتاعي وشيء ينفعني في العبادة بتاعتي فدي فرصة عظيمة جدا ان احنا نقعد في بيوتنا مع أهلنا نعلمهم ونتعلم منهم الصلاة والعبادة وامور الدين ومش بس كده انت متخيل ما في حديث يقرب بين الأهل أو يقرب بين الناس عامة كحديث الدين يعني انت مش ممكن تلاقي حديث يجذب الناس وتلاقي فيه ألفة كده بين القلوب وتألف بين النفوس زي حديث القرآن أو زي الحديث في الدين Ilkelame في الدين له معاني خاصة جدا ما تعرفش فيه بركة خاصة جدا سبحانه وتعالى يمكن وضع فيه البركة دي لما تتكلم في الدين وتبدأ تاخد وتدي ابنك يسألك في آية يسألك في حديث انت تجيب آية تجيب حديث موقف من مواقف الصحابة من مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده هيخلي الفجوة البعيدة اللي كانت بين الآباء والأبناء وبين الأسر وبين المجتمعات هتقرب وهتقرب من بعض ونبقى زي ما أردنا الدين الإسلامي وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتلاطفهم وحطب أمن المعاني زي ما أنت عايز تقول كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قضية النفقة أو قضية الإنفاق في سبيل الله ودي طبعا باب واسع جدا من أبواب الخير يمكن زي ما الأستاذ محمد تفضل أنا ليه جار أو ليه في المحيط اللي أنا موجود فيه فيه ناس صحيح أنا عارف أن هي قليلة ذات اليد واحد كان شاب كان بيشتغل وقعد اليومين دول ما بيشتغلش ما فيش الدنيا فلا والله ده بيقعد عليه ولا أصله عنده كذا لا أصله لا أنت بتدي الصدقة لمين؟ كان السيدة عائشة تطيب الصدقة وهي الدنار قبل ما تتصدق به طيب بيقول لها طيبه لقيت لهم لأننا أعرف أنه يقع في إيد ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقع في إيد الفئير فإنت بتدي الصدقة بتاعتك لمن؟ ده ربنا لم قال ما قالش منزل الذي يقرد الفقراء لا المنزل الذي يقرد الله قردا حسنا فيضعف أوله أضعافا كثيرة آيات الصدقة وآيات الزكاة وآيات البر والإحسان والإنفاق كلها حتى في صورة البقرة تحديدا لأن فيه كم كبير من هذه الآيات في صورة البقرة لا يتحدث أبدا ما فيش سلة الفقير حتى لما بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقته من خير فللوالدين والأقربين واليتامة والمساكين وابن السبيل وما تفعلهم من خير فإن الله به إيه لأنه أنت بتنفق لمين؟ أنت بتنفق لده؟ ولا بتنفق لله سبحانه وتعالى؟ من هنا عايزين نتعلم الإخلاص في العمل بتاعنا أو في الأعمال بتاعتنا كلها أنا لو هعمل علشان سين أو علشان صاد أو علشان سين من الناس لا أنا مش هعمل الأفضل أنا ما أعملش لأننا كده سوابي بيروح بمجرد أننا اديته الحاجة وخلاص وهو عرف أننا اديته الحاجة دي ولذلك حتى شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرجع للحديث بس محمد من السابعة مرضو الذين يظلموا الله في ظل يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء السابعة بيقول رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت إيه؟ يمينه وفي رواية ولا يمينه ما أنفقت شماله يعني ما تعرفش إذا كانت إيدك اليمين ما عرفتش الشمال ودت فين أو الشمال ما عرفتش إيدك اليمين ودت لمن أو ودت لفين ما تقعدش أنت بقى تقول أصلي فلان ومش أصلي فلان لا جميل أنفق جميل أنفق ولا تخشى من زي العرش إقلاله أنفق ينفق عليه كان سيدنا المام الحسن وينسب إلى أبو جعفر الصادق يقول إيه؟ عودت الناس عادة وعودني ربي عادة أنا عودت الناس الناس تعودوا مني على عادة معينة وأنا تعودت من ربنا سبحانه وتعالى عادة إيه العدتين دول؟ بيقول تعودت من ربي أن يعطيني بلا حساب إن ربنا بيديني من غير محسن من غير مدور الرزق بيجيني كده سبحان الله وتعودت أيضا مع الناس عادة أن أعطيه كل حاجة في إيه ما بخصبهاش ما بمسكهاش عندي بدها للناس يقول فإني أخاف أن أقطع عادتي مع الناس فيقطع الحق تبارك وتعالى عادته معي أنا بخاف أنني أقطع عادتي مع الناس حتى ولو كانوا غلاص حتى ولو كانوا غلاص حتى ولو كان لهم أخلاق أنا مش راضي عنها دي سكة تانية أنا ممكن أقول ممكن أنصحوا دي سكة تانية وبرضو بهاب من العمل الصالح إنما ده ما يخليش حتى شوف ربنا صحراته على أقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا وده من العادل حتى إذا أنت صدرك أو نفسك فيها شيء من ده لا ما تخليش ده يأثر عليك في النفقة لا أنفق يمكن يا أخي يكون النفقة قضية لها أثر طيب في نفسه بعد كده لو نصحته أو كلمته يكون فيه استجابة نسأل الحق سبحانه وتعالى يعني أن لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد رفع البلاء والبلاء عن الارب العالمين